السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على رسول الله وأهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة معنا أداء من أهم الأدوات اللي ممكن تشتغل بها دعم جميع المعالجات فيها عمليات كتير جدا وأداء مميزة جدا جدا ده التحديث المجاني الخاص بالأداء فيلا بينا على طول نبدأ الشرح وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا زرار الجرس يلا بينا أهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية النهاردة معنا أداء جميلة جدا جدا ودعم معالجات كتير وحنشوف مميزات جميلة جدا في الأداء فأول حاجة هنعملها النهاردة إننا هنبدأ نحمل الأداء من الرابط اللي موجود تحت الفيديو وبعد ما نحمل الأداء هتظهر لي بالملف مضغوط بالشكل اللي حضراتكم شايفين أول حاجة هنا ببدأ أعملها ببدأ أفك الضغط عن الأداء بشكل طبيعي بعدها هيبدأ يخرج لملف التثبيت زي ما حضراتكم شايفين أول حاجة بعملها هنا ببدأ أثبت أو أفتح الأداء تثبيت عادي خالص زي أي تطبيق بدون أي مشاكل طبعا أنا مثبت الأداء قبل كده لكن هنثبتها مع بعض تاني علشان الناس تقدر تفهم كل الخطوات بالتفصيل والجميل العمليات اللي موجودة في الأداء زي ما حضراتكم شايفين أول حاجة هنا بيبدأ يخيرني بين اللغة بختار اللغة اللي تعجبني وبعدها العلامة دي مش بتكون موجودة بنركز في الجزئية دي العلامة دي مش موجودة كل اللي بعمله إن أنا بعلم عليها كده علشان يخرج لي الايكونة بتاعة البرنامج على سطح المجد بعد معلم عليها بضغط على كلمة نكست وبعدها نستطول وابدأ أستنى الأداء لما تنتهي من عملية التسبيق زي ما حضراتكم شايفين كده الأداء انتهت من عملية التسبيق بطريقة طبيعية خالص زي أي أداء لكن مميزات كتير جدا موجودة في الأداء دي أول حاجة هنشيل علامة الصح دي علشان أداء ما تفتحش وبعدها نضغط فينش طيب حيبدأ يظهر لي اللوجو الخاص بالأداء بتاعتنا النهاردة حنشيل بقى الملفات دي علي جنب كده وبعدها نروح للأداء بتاعتي أول حاجة هنعملها هنبدأ نفتح الأداء كمسؤول وده السبب اللي خلاني شلت علامة الصح عشان الأداء متشتغلش وبعد كده بنفتح الأداء كمسؤول ولازم كل الأدوات الجديدة معظمها لازم تفتح الأداء كمسؤول علشان تنفذ معاك الأوامر طيب حنشوف مع بعض الوجه اللي بتظهر لي دي حنيجي مع بعض كده هنلاحظ هنا كلمة اندونسيا دي كلمة السر عشان تسجل الدخول فحنبدأ نكتب مع بعض كلمة اندونسيا اللي هي مكتوبة فوق خلص عندي دي فحنبدأ نكتبها زي ما حضراتكو شايفين كده كتبت الكلمة اللي هي موجودة فوق دي يعني نقلت الكلمة دي كتبتها هنا وبعدها باجي على كلمة لوج إن وتعالوا بقى نشوف المميزات الجميلة جدا في الأداء وإيه العمليات المدعومة على الأداء وإيه هي المعالجات المدعومة على الأداء زي ما حضراتكو شايفين الأداء بواجهة جميلة جدا جدا وعمليات كتير جدا جدا حنتفاجئ إن كل ده موجود في أداء مجانية لكن ملحوظة قبل ما نبدأ الشرح الأداء بتستخدم عدد مستخدمين معين يعني ممكن مثلا تاخد 300 عميل أو 300 واحد بيستخدم الأداء وتقف على كده بمعنى إن اللي حيل حي يسجل حيل حي يسجل تمام فبعد كده مش هممكن ما تلحقش تسجل طبعا الأداء دعمك كل المعالجات اللي موجودة في الصور دي وتبدأ تتنقل عليهم بطريقة سهلة جدا لكن هنبدأ نمشي خطوة مع بعض ونشوف أهي الإمكانيات اللي موجودة في الأداء أول حاجة طبعا قيمة مين ام تي كي وطبعا هنلاقي معظم عمليات الام تي كي لكل الأجهزة دي تمام هنلاقي طبعا ايرس يوزر داتا اللي هي عمل فورمات الجهاز تقدر تعمل سيف فورمات للجهاز بطريقة سهلة جدا والحفاظ على البيانات تقدر تعمل سيف فورمات بطريقة تانية تقدر تعمل إعادة دبط المصنع عن طريق وضع الميتامود تقدر تعمل طبعا الوقل البوتلودر وري لوك للبوتلودر وتقدر تعمل إزالة لحساب شاومي وتقدر تعمل إزالة للfhp بالثلاث طرق يعني لو الطريقة الأولانية ما زبطتش معاك تقدر تعمل الطريقة الثانية أو الثالثة بعد كده معانا الميزة الجميلة جدا اللي هي بصراها عجباني جدا وهي فرمات الجهاز زائد ازالة الف ار بي يعني مش هتحتاج تعمل ارس يوزر داتا وبعدين تعمل ازالة الف ار بي من الثلاث طرق اللي موجودين معانا في الاداة كل اللي هتحتاجه هنا انك تعلم على الخيار ده هيقوم بعمل ضبط مصنع وازالة الف ار بي من ضغطها واحد وده جميل جدا انه يكون موجود في ادوات مجانية بعد كده طبعا معانا اداة فك حماية المعالج وبعد كده ريد بوت زائد ملفات الفي بي ميتا الميزة اللي بعد كده معانا وهي رموف ديمو من اجهزة الاوبو ورموف ديمو من اجهزة الفيفو وطبعا كراءة ملفات الان في الخاصة باجهزة اوبو وريلمي وفيفو بعد كده تقدر تعمل دمبل بريل لودر بطريقة سهلة جدا عن طريق الاداة تقدر تعمل فرمات لملفات الان في طبعا دي لمعالجات الامتكين بعد كده ميزة بوت وميتا دي جميلة جدا لانها بتحولك الجهاز من وضع البوت الى وضع الميتا مود وطبعا وضع الميتا مود تقدر تعمل منه عمليات كتير جدا زي مثلا كتابة السريل أو عمليات كرائة ملفات الشبكة أو فورمات الجهز عمليات كتير جدا تقدر تعملها عن طريق وضع الميتا وفي أجهزة كتير جدا مع رفتش أكتب ليها سريالات إلا عن طريق وضع الميتا عن طريق أداء مجانية شرحها على القناة من فترة كبيرة بعد كده تقدر تعمل Reset عن طريق وضع النورمل وبعد كده فورمات يوزر داتا وإصلاح للركافري زي ما حتركوا شايفين الاداة مميزة جدا جدا في الامتكي هنبدأ نشوف جهزة كوالكم وكل الامكانيات اللي موجودة في الاداة وطبعا ده التحديث فيرشن 2.2 اخر تحديث للاداة طيب هنلاقي هنا عندنا قائمة ماين امتكي وقائمة بي ام هنلقى قائمة البي ام وهنلاقي فيها حياة جميلة جدا ريد البرتشان كراءة جميع ملفات السوفت وير وبعد كده ورائة البرتشان كتابة الملفات بعد كده ارس البرتشان مسح جميع الملفات وده حيساعدني جدا في كتابة ملفات معينة لو انا بشتغل على جزء معين من السوفت وير يعني لو عندي مشكلة في البوت يبدأ افلش ملفات البوت لو عندي مشكلة في الشبكة او ملفات الان فيه اقدر اتعامل من خلال المميزات اللي موجودة معنا طيب ده بالنسبة لي قائمة ماين امتكي واتكلمنا بالتفصيل عن كل المميزات اللي فيها وانا بحاول اتكلم بسرعة علشان خطر ما نطولش عليكم في الفيديو ونقدر نشرح لكم الاداة لان الاداة فيها مميزات كتير جدا جدا بعد كده عندنا قائمة الاد بي والفاست بوت نبدأ نروح عليها ونشوف العمليات اللي موجودة فيها اول حاجة طبعا قراءة المعلومات واقاف حساب شاومي وبعد كده عندنا ري لوك فكس مي اكاونت اللي هي اصلاح مشاكل بعد التخطي لحساب شاومي لمعالجات الامتكي بعد كده تقدر تعمل فورمات لاجهزة شاومي عن طريق وضع المي أسستنت بعد كده تقدر تعمل ضبط مصنع لاجهزة شاومي عن طريق وضع المي أسستنت ووضع السيد لود طبعا الاداة جميلة جدا طبعا عندنا بعد كده ازالة افل الاف ار بي او حماية الاف ار بي او حساب جوجل هلاقي عندنا قائمة كده اعطيك خيارين يعني لو مزبطتش معاك على الخيار الاولاني هتختار الخيار التاني بعد كده عندنا قائمة ريبوت فون اعادة تشغيل الجهاز وهنا قائمة جميلة جدا بيبدأ اخيارك هل انت عايز تعمل اعادة تشغيل الجهاز على وضع ريقوفري ولا على وضع الفاسط بوط ولا على وضع الääед él وطبعا مش لكل الأجهزة وطبعا يئما على وضع النورمل مود يئما الخروج من الفاسط بوت طبعا أداة جميلة جدا ومميزة جدا بعد كده معنا ميزة جميلة جدا وهي إقاف التحدثات وطبعاً بنحتاج إقاف التحدثات لو إحنا عاملين تخطي لحساب شاومي وطبعاً لازم نوقف التحدثات علشان الجهاز ما يتقفلش تاني أو يتقفل معاك مرة تاني طبعاً بيبدأ يخيارك بين الأجهزة سواء شاومي أو أوبو أو ريلم بالنسبة للأجهزة دي كلها تقدر تعمل إقاف التحدثات علشان لو أنت عامل تخطي لحساب شاومي أو أي حساب آخر بعد كده بتختار الأمر اللي أنت عايز تختاره وتضغط على كلمة Start ADP بعد كده هنروح لوضع الفاست بوت ووضع الفاست بوت مش هيختلف كتير عن وضع الـ ADP لأن الوضعين هم نفس الفكرة بالضبط تقدر تعمل قراءة للمعلومات تقدر تشوف حالة البوت لودر تقدر تعمل ضبط مصنع للأجهزة تقدر تعمل رموف للـ FRB وعطي قايمة جميلة جداً هنا كده هتفتحها تلاقي فيها Qualcomm الميزة اللي بعد كده هي Remove FRB Look والميزة دي فيها قايمة جميلة جداً بيخيارك بين 3 معالجات أول حاجة Qualcomm وSBD وطبعاً الـ MTK يعني تقدر تعمل إزالة للـ FRB أو حساب جوجل لجميع المعالجات اللي موجودة قدام حضراتكو دي بطريقة سهلة وبطريقة مجانية بعد كده معانا Remove Me Account طبعاً عن طريق وضع الفاست بوت كل المعلومات دي عن طريق وضع الفاست بوت وآخر ميزة معانا في الفاست بوت هي الخروج من وضع الفاست بوت ده جميل جداً في الأداة أداة محترمة جداً ولسه فيها مميزات كتير جداً بعد كده هنروح لقايمة أجهزة سامسونج وهلاقي فيها حاجات جميلة جداً جداً هتفدنا في عمليات كتير جداً وأولها طبعاً IRC FRB طيب إيه اللي هيحصل في الليلة دي كلها أو في القايمة بتاعت سامسونج أول حاجة بتوصل الجهاز تست بوينت ده ليه عشان أشيل الـ FRB طيب هعمل إيه بالزبط كل اللي هتعمله هتيجي على كلمة موديل دي وحتشوف الجهاز بتاعك المدعوم أو اللي انت عايز تشيل حساب جوجل موجود في القايمة ولا طيب لو موجود بتجيب صورة التست بوينت وتوصل الجهاز بتاعك وبعدها بتعمل سكان هيبدأ يظهر لك هنا تعريف كوالكم وبعدها بتعمل IRC FRB بعد ما تختار الموديل بتاعك طيب لو الجهاز بتاعي مش موجود في القايمة بتاعتي دي أعمل إيه؟ سهلا خالص هتيجي على كلمة منول وتعلم عليها بالشكل ده وبعدها تبدأ تختار الملف الخاص بفورمات الجهاز بتاعك وإزالة الـ FRB من هنا وطبعا بتحمل بنفس الإصدار وبعدها بتختاره وبعدها بتدخله وضع الـ EDL وبعدها بتضغط IRC FRB يبقى تحلت مشكلة أجهزة سامسونج لإزالة الـ FRB بطريقة سهلة وبطريقة مجانية بعد كده هنروح على وضع داو اللود مود والوضع ده خاص بالأجهزة الأديمة فمش هنتكلم عليه كتير علشان خاطر دي أجهزة أديمة لكن هنتكلم عن المميزات اللي موجودة في الأدوات الجديدة بعد ما هنخلص قايمة سامسونج هنروح على قايمة Qualcomm ودي مهمة جدا جدا بالنسبة لمستخدمين أجهزة Qualcomm وحنلاقي دعم طبعا أوبو وفيفو ولونوفو وطبعا أجهزة شاومو ودي الموديلات المهمة اللي احنا نشتغل عليها طيب تعالوا نبدأ من الأول كده ونشوف إيه الأجهزة الموجودة في الأدوات أول حاجة موجودة هنا الموديل طب تعالوا نشوف بقى مع بعض إيه هي الموديلات المدعومة من أجهزة Qualcomm في أوبو هنروح على قايمة موديل كده ونشوف الأجهزة المدعومة من أجهزة أوبو دي الأجهزة المدعومة من أجهزة أوبو الحملة لمعالج Qualcomm وده جميل جدا أن اجتلاقي أداء دعم عدد كويس من أجهزة Qualcomm الجميل بقى في الأداء الخاصة بأجهزة أوبو وطبعا الحملة لمعالج Qualcomm إنها دعمة لرينو 4 ورينو 5 ورينو 6 وريلمي 6 برو وريلمي 7 برو وريلمي 8 برو طيب كل الأجهزة دي اللي ممكن هعمله تقدر تعمل فورمات زائد أنلوك وتقدر تعمل روموف إفا أر بي اللي هي أزالة حساب جوجل فإنك تلاقي في أداء مجانية إنها هتفرمط أجهزة رينو كلها الحديثة وأجهزة رينو فده جميل جدا وبشكل مجاني طيب هنروح لبعد كده لأجهزة فيفو ونفس الكلام ونفس المعلومات بالزبط ودي الموديلات المدعومة في أجهزة فيفو اللي عشان تقوم بعملية فورمات أو إزالة الـ FRB بعد كده نروح للنوفو وبعد كده هنلاقي موديلات كتير جدا وأجهزة حديثة بالنسبة لأجهزة لنوفو وطبعا كل المعالجات اللي بنتكلم عليها كوالكم ونركز في الجزية دي جدا بالنسبة لأجهزة لنوفو هنا تقدر تعمل إزالة للـ FRB فقط بعد كده هنروح لأجهزة ويكو وأجهزة ويكو دي مش منتشرة عندنا كتير لكن دي الموديلات المدعومة لها وبعد كده تقدر تعمل لها رموف FRB هنروح لأجهزة شاومي وأجهزة شاومي تقدر تعمل عمليات فيها كتير جدا زي فكتور ريسيت عمل ضبط مصنع وإزالة الـ FRB وإزالة حساب شاومي طبعا أدوات جميلة جدا وطبعا فيها عمليات بسيطة كده لو البوتلودر مفتوح هنلاقي في قائمة شاومي شوية عمليات مش كتيرة لكن مميزة بالنسبة للأداء هنروح لآخر قائمة معنا في الأداء الجميلة بتاعتنا النهاردة وهي تفليش أجهزة كوالكم هتقدر تعمل تفليش لجميع أجهزة كوالكم بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة طبعا تفليش أجهزة كوالكم الفكرة واحدة على الكل بتدخل الجهاز مثلا وضع تستي بوينت وبتختار ملف البروج وبتختار ملف الـ XML اللي هو ملف الفلاشة وبعدها بتقوم بعملية التفليش وده جميل جدا وده جميل جدا لإن نفس الكلام ده بيمشي على جميع أجهزة كوالكم فلازم نركز في الجوزية دي بتدخل الجهاز وضع الـ ADL وطبعا بتعمل اسكان بورت كده علشان يبدأ يظهر لك التعريف هنا وبعدها بتختار ملف البروج يكون خاص بالجهاز وناس كتير بتشتكي من تفليش أجهزة كوالكم بسبب البروج لإنك لو اخترت البروج صح كل العمليات هتمشي معاك بالطريقة سهلة جدا وبدون أي مشاكل طبعا الأداء جميلة جدا أداء مميزة بأكد عليكم كمان مرة قبل ما نقفل الفيديو إن الأداء دي ليها عدد معين يكون online فمعنى كده يا دوب تلحق تحمل الأداء وجربها لإن الأداء فعلا مميزة وده التحديث الأخير لها وبكده النهاردة يكون الشرح بتاعنا انتهى ويارب يكون عجبكم وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته